السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات دخلنا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم طاعاتنا وصالح أعمالنا معكم دكتورة آمنة الضحاك الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات في إحاطة إعلامية جديدة حول المستجدات والإجراءات الاحترازية الوطنية للتعامل مع مرض كوفيد-19 جمهورنا الكريم ما زلنا في مرحلة هامة من مراحل احتواء فيروس كورونا المستجد تستمر فيها الجهود الوطنية على كافة المستويات وتتطلب تكاتف مجتمعي للالتزام بالإجراءات الوقائية إخوتي وأخواتي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببدء الفحص المجاني لكافة المواطنين في دولة الإمارات وذلك اعتباراً من الأسبوع المقبل في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد كما جاءت توجيهات سموه لتخصيص الفحص المجاني على مستوى الدولة لعدد من فئات المجتمع تشمل هذه الفئات عمالة الخدمة المساعدة في منازل المواطنين مثل السائقين والمربيات وغيرهم من فئة العمالة المساعدة وتشمل الفئات أيضاً أصحاب الهمم والمرأة الحامل من المقيمين وممن تزيد أعمارهم عن خمسين عاماً إضافة إلى كل من لديه الأعراض المصاحبة للفيروس والمخالطين وستقوم الجهات الصحية المختصة بتحديد آليات الفحص وأماكنه للأفراد والفئات المستهدفة والإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية مقدرين تعاون الجميع مع الجهات الصحية لإنجاح برنامج الفحص جمهورنا الكريم لا تزال جهود كوادرنا في خط الدفاع الأول مستمرة وفي إطار تكثيف وتوسيع الفحوصات على مستوى الدولة حيث وصل إجمال عدد الفحوصات على مستوى الدولة حتى اليوم إلى أكثر من مليون ونصف فحص وبمقارنة بسيطة فإن نسبة الحالات المسجلة إلى إجمال الفحوصات حتى اليوم تقدر بـ 1.3% وهذه النسبة تؤكد حجم الفحوصات وتؤكد كفاءة وقوة النظام الصحي في دولة الإمارات وتبرز في نفس الوقت حجم وجهود العاملين في خط دفاعنا الأول من أطباء وممرضين وكوادر إدارية ومتطوعين يعملون على مدار الساعة لضمان استمرارية هذه الفحوصات والتي تسهم بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس واحتوائه ومع إجراء 34869 فحصا جديدا تم الكشف عن 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والتي تتلقى العلاج والرعاية الصحية في الوقت الحالي أرقام الحالات المعلنة اليوم هي نتيجة من نتائج الفحص المبكر في مختلف مناطق الدولة لكنها في نفس الوقت تعكس للأسف تساهل بعض أفراد المجتمع وتهاونهم في الإجراءات الوقائية حيث تضم الحالات إصابات ناتجة عن التجمعات ومخالطة المصابين وبإصابات اليوم يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة إلى 20386 حالة هذا العدد يشمل حالات تتلقى العلاج حالات تماثلة للشفاء وحالات الوفاء كما نعلن اليوم والحمد لله عن شفاء 511 حالة إصابة بفيروس كورونا وعادوا إلى حياتهم الطبيعية وإلى أسرهم وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء إلى 6523 حالة كما يؤسفنا الإعلان عن وفاة الثلاثة أشخاص من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 206 أشخاص تغمد الله جميع المتوفين بواسع رحمته وربط على قلوب أهلهم وذويهم وألهمهم الصبر والسلوان وبذلك يصبح عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج إلى 13657 حالة من جنسيات مختلفة نتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل بإذن الله تعالى الإخوة والأخوات تستمر جهود دولة الإمارات في مختلف القطاعات لتسهيل تجاوز هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا ومن خلال دعم كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين معنا اليوم سعادة العميد خميس الكعبي المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإطلاعكم على مستجدات الإجراءات شكرا الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ابتداءا أن تتقدم لكافة أفراد المجتمع بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات كما يطيب للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن تعلن عن مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه إذ تنفيذا لتوجيهات سموه الكريمة فقد أصدر مجلس الوزراء الموقر قرارا بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كافة الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس لهذا العام سواء كانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو كانوا من فئة المقيمين متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال الفترة المهلة الممنوحة والممتدة اعتبارا من الثامن عشر من شهر مايو والجاري ولمدة ثلاثة أشهر علما بأن المكرمة تتضمن الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة على المستفيد منها سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية كما أن توجيهات سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه والتي تضمنها قرار مجلس الوزراء الموقر لن تحول دون عودة المستفيد منها إلى الدولة ما تستوفى الشروط اللازمة لذلك إذ أن الاستفادة من مهلة المغادرة لن تأتي مقرونة بأي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة من دخول الدولة مستقبلا هذا وسوف تعلن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلال مؤتمر صحفي عن كافة الإجراءات وقنوات تقديم طلبات الاستفادة من المهلة المقررة وإذ تحث الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كافة الفئات المشمولة بالمكرمة إلى أهمية التقدم للاستفادة من فترة المهلة الممنوحة حتى لا يخضعوا بعد الأجل المحدد إلى الأحكام النافذة لقانون دخول وإقامة الأجانب وما قد يترتب عليه من حرمانهم من دخول الدولة مستقبلا كما أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إذ تثمن استجابة المستفيدين من خدماتها للدعوة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية لاستخدام منصة خدماتها الذكية لإنجاز معاملات الجمهور والتي بلغت منذ إطلاق المبادرة ما يفوق المليون ونصف معاملة فإنها تحث أفراد المجتمع نحو الاستمرار في اعتماد منصة الخدمات الذكية كقناة رئيسية في إنجاز معاملاتهم وتؤكد في ذات الوقت التزامها نحو تطوير منظومة خدماتها بما يلبي متطلبات متلقي الخدمة دمتم في حفظ المولى حكومة وشعبا وأرضا الإخوة والأخوات المواطنين والمقيمين نحن في مرحلة هامة من مراحل التعامل مع الفيروس واحتوائه تتطلب تحمل المسؤولية من الجميع بالالتزام لتحقيق الانحسار أو التساهل مما قد يتسبب في المزيد من الإصابات وإطالة مدة الحد من انتشار الفيروس فلنحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازية كالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات وإبقاء مسافة آمنة من الآخرين في الأماكن العامة ولبس الكمامات لنلتزم إخوتي وأخواتي لنلتزم ولا نتهاون ولنكن عونا لإخواننا في خط الدفاع الأول ومع قيادتنا للخروج بإذن الله آمنين من هذه المرحلة اللهم أدم على وطننا الأمن والأمان واحفظ حكامنا وشعبنا نترككم في حفظ الرحمن ودمتم في بيوتكم آمنين ترجمة نصف اشتركوا في القناة